المثاق الأول من مواثيق بيعة الغدير علي أصل الأصول علي أصل الدين ولا يوجد أصل آخر يضاف إلى هذا الأصل الدين له أصل واحد المثاق الثاني مولوية علي هي هي مولوية محمد صلى الله عليهما وآلهما المثاق الثالث لا يؤخذ التفسير إلا من علي ومن علي فقط المثاق الرابع فهم الدين والدنيا لا يؤخذ إلا من علي ومن علي فقط المثاق الخامس علي أولى بنا من أنفسنا إنها عبودية الملك المثاق السادس كفر اللاغديريين ونجاستهم إن كانوا من الذين كفروا بإنكارهم لبيعة الغدير أو من الذين كفروا بنقضهم عملياً لبيعة الغدير يجب الاعتقاد بكفرهم ونجاستهم وإلا فإن بيعة الغدير ستكون منقوضة هذه مواثيق بيعة الغدير الآيات صريحة الذي ينكر بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير من الكافرين وكفرهم هو أشد مراتب الكفر التي تحدث القرآن عنها وحكم النجاسة واضح في الآيات ننتقل إلى الميثاق السابع وهو الأخير من مواثيق بيعة الغدير هذه الكلمات التي رويت في كتب السنة والشيعة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله عليكم أن تتدبروا في هذه الكلمات اللهم والي من والاه وعادي من عاداه النبي صلى الله عليه وآله ما قال اللهم أحب من أحبه وأبغض من أبغضه لأن الحب والبغض في القلب النبي تحدث عن ولاية الولاية تلازمها البيعة والبيعة مواثيق اللهم والي من والاه من التزم بهذه المواثيق وعادي من عاداه من خالف هذه المواثيق أكان منكراً أم كان يلقلق لساناً بها وهو ينقضها عملياً ولا يعتقد بها فهذا المقطع اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وعادي من عاداه المثال الواضح للمنكرين سقيفة بني ساعد والمثال الواضح للناقضين سقيفة بني طوسي وسقيفة بني طوسي هي الألعن لأن الإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن مراجع هذه السقيفة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ووصفهم بأنهم ناصبون وبأنهم ملبسون وبأنهم كافرون وبأنهم أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة وبأنهم كذابون ثم بعد ذلك لعنق هذا كلام إمامنا الصادق يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم وانصر من نصر واخذل من خذل هذا المقطع لا علاقة له بسقيفة بني ساعد ولا علاقة ولا علاقة له بسقيفة بني طوس لأن السقيفتين أعداء علي حتى وإن كانوا يظهرون حبه ما هم أتباع السقيفة بني ساعد يقولون إننا نحب علي وكثيرون منهم يقولون نحن شيعة علي الحقيقيون والذين هم في سقيفة بني طوس يظهرون الفرحة والسرورة في غدير خم ويؤلفون الكتب لإثبات بيعة الغدير من خلال ما قاله نواصب سقيفة بني ساعد وكل ذلك لا قيمة له لا قيمة له كتاب الغدير للأمين مع أهميته ومع إخلاص الرجل ومع الجهد العظيم الذي بذله في جمع هذه الموسوعة في عالم الحقيقة لا قيمة له لأنه أراد أن يثبت بيعة الغدير من خلال ما قاله النواصب وما علاقة هذا بعالم الحقيقة أين مضمون بيعة الغدير أين مضمون بيعة الغدير نحن بحاجة إلى معرفة مضمون بيعة الغدير ونحن بحاجة إلى العمل بمضمون بيعة الغدير نحن بحاجة إلى أن تكون عقولنا مبنية وفقا لمضامين بيعة الغدير فماذا نصنع بإثبات أن الشعراء قالوا وقالوا عن الغدير وهذا دليل على أن بيعة الغدير كانت معروفة عند الجميع وماذا نصنع بكتب النواصب من أنهم ذكروا في كتبهم أحاديث بيعة الغدير وهم يضعفونها يضعفونها ماذا نصنع بهذا هذا أمر جيد إذا كان الحديث في حاشية الموضوع وإنما نحتاج الحاشية إذا كنا قد أتقن المتن إذا كنا لا نعرف المتن فماذا نصنع بالحواش ماذا نصنع بالحواش مسخرة هذه أن ننشغل بالحواش ولا نعرف شيئا عن المتن هذه مسخرة مسخرة وسفاهة وتفاهة وهذا هو الذي يقوم به الكثيرون من معممي الشيعة ومن غيرهم ممن يفتحون القنوات على الإنترنت لمناقشة السنة في موضوع الغدير أنتم لا تفقهون عقيدة الغدير فماذا تصنعون بهذه الحواشي تعلموا الغدير وأسسوا عقولكم وفقا لمضمون ثقافة الغدير وبعد ذلك إذا ما أحكمتم المتن بعد ذلك تحركوا باتجاه الحواشي أما أن تنقلب الأمور تكون الحواشي متنا وتغيب المتون فهذا هو الضلال بعينه وهذا هو الكفر بالغدير بعينه وهذا ما يجري في الوسط الطوسي اللعين وانصر من نصر واخذل من خذل هذا المقطع لا علاقة له بأعداء أمير المؤمنين إن كانوا من سقيفة بني ساعدة أو كانوا من سقيفة بني طوسي فهؤلاء أعدى الأعداء إنهم أضروا على الشيعة أتحدث عن سقيفة بني طوسي أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحاب هؤلاء هم أعدى الأعداء فهؤلاء داخلون في المقطع الأول اللهم والي من والاه وعادي من عاده وعادي من عاده سقيفة بني ساعد سقيفة بني طوسي ومن جاء في سياقهما وانصر من نصر واخذل من خذل واخذل من خذل هؤلاء هم الزهرائيون أنا لا أتحدث عن هذا الإسم الذي يستعمله كثيرون على الشبكة العنكبوتية أنا أتحدث عن المضمون الحقيقي للزهرائيين أكانوا موجودين أم لم يكونوا واخذل من خذل هؤلاء هم الزهرائيون الذين تشربت العقيدة الحقة في قلوبهم لكنهم لا يعملون كسالة لا همة عندهم لأن الخاذلة لا يكون من الأعداء عدوك لا يخذلك عدوك يقتلك الذي يخذلك صديقك لكنكم لا تفقهون لأن مراجعكم لا يفقهون وانصر من نصر إنهم الزهرائيون الحقيقيون اليمانيون الحقيقيون الناصرون لإمام زمانهم أما الزهرائيون أو اليمانيون الذين يحملون العقيدة الحقة لكنهم لا يرتبون أثرا عمليا أنا أتحدث عن الذين تتوفر عندهم الأسباب الذين لا تتوفر لديهم الأسباب وعندهم النية في العمل ولأن الأسباب ليست متوفرة لديهم فإنهم يتحرقون لذلك أما الذين لا تتوفر لديهم الأسباب ويجدون ذلك راحة لهم فهؤلاء من الخاذلين والمتخاذلين لأن الذي لا تتوفر لديه الأسباب يجب عليه أن تكون عنده النية أن تكون عنده النية الصادقة وأن يكون عنده العزم الثابت وأن يكون متحرقا متألما لأنه ليس قادرا على نصرة إمامه وانصر من نصر واخذل من خذل هؤلاء الخاذلون هم الزهرائيون هم اليمانيون الذين تشربت العقيدة الحقة والمعرفة الواضحة في عقولهم وقلوبهم لكنهم لا يعملون لا يعملون فهؤلاء خاذلون لأمير المؤمنين هؤلاء خاذلون لإمام زمانهم كما قلت لكم فإن العدو لا يخذلنا العدو يقتلنا الذي يخذلنا صديقنا الذي يخذل أهل البيت هم الذين يقولون نحن شيعتهم هؤلاء الذين يخذلون أهل البيت أما أعداؤهم فإنهم يقتلونهم يقتلون أهل البيت هذا المثاق السابع هذا ميثاق عملي ميثاق عملي ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صاغه بصيغة دعاء لماذا لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر هل نستطيع أن ننتفع من القوس من دون وتر هل نستطيع أن نطلق السهام من قوس لا وتر فيه الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر ولذا فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جعل صيغة صيغة دعاء فهناك جنبة نظرية عقائدية تلتحق بالجنبة النظرية للمواثيق المتقدمة وهناك جنبة عملية كل المواثيق المتقدمة آثارها العملية تظهر في الميثاق السابع نحن حينما نؤمن بكفر ونجاسة اللاغديريين إن كانوا كافرين ببيعة الغدير أو كانوا ناقضين لبيعة الغدير أين نطبق هذا نطبق هذا في عالم البراءة العملية صحيحاً أننا لا نمارس العمل الفتوائي من جهة نجاستهم لأننا في مرحلة الهدن في مرحلة الغيبة تطبق هذه الأحكام عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكننا يجب أن نعتقد بها نترجمها من خلال البراءة العملية والبراءة العملية لها مصادقها على أرض الواقع هذه هي مواثيق بيعة الغدير قلت لكم من أن الغدير الزهرائي أساس ومواثيق وخاتمة تصديق الأساس بينته لكم وهذه هي المواثيق والأشياء تعرف من أضادها الغدير الطوسي هو المضاد لكل هذه المعاني هو المنكر لكل هذه المعاني هو المشكك في كل هذه المعاني هذا هو الغدير الطوسي إنه غدير إبليسي شيطاني مرجعي نجفي كربلائي بامتياز نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي ترجمة نانسي